يمكن لأي مالك أنه يتصرف في أملاكه ومدامه هو على قيد الحياة ومدام تتوفر فيه الشرط أنه ما هوش محجور عليه ويتمتع كما يقوله بكامل قوة العقلية والذهنية يعني أنه إذا كان هذا الأب راه في كامل قوة العقلية وعنده شهادة طبية تثبت أنه صحيح وقدر يتصرف في أملاكه كما يحب يرى عنده موثاق وفعلا يدير عقد هبا وعقد تنازل وعقد بيع كما ينصحوا الموثق على حسب الحالات ويتنازل للإبنين تاعه بنسبة 50% لكل واحد منهم وكان حتى طريقة أخرى أنه حتى يقدر يقسم لهم عن طريق خبير عقاري قسمة نهائية بيناتهم باش كل واحد يدي العقد انتاعه مستقل على الآخر أو يكتب لهم بالشراكة بينهم وهذه خدمة يعرفوها الموثقين وما فيها حتى باس أو ضرر الإخوة الآخرين ما عندهمش الحق يعترضو مدام أبوهم حي لأنه هذه ماهيش تاركة باش يتقسموها ولا ماهيش ورت يعني ماهيش ورت الراجل حي يخطنا بعد الراجل حي يقدر يبيع أملاكه ولا يتنازل فيها كما يحب مدام تطفر في الشور يعني بين قوسين فقط مؤسف جدا هاد القضايا يعني تشوف خاوة كي يدربوا على نعم وبهم حي يعني يعني عجيب أنه وشائعات المحاكم بياناته شائعات المحاكم بياناته كثير أنه هذا يدخل ربما في باب العقوق الوالدين يعني هو حي يصرف حقه ما نقلوش بشي نحن مجتمعنا جزائري معرفة عليها المحوة إلا في حالة واحدة يترون المحاكم تتغير لك النظرة إلى الحياة يتككل يعني صحيح هي تبقى حالة شاذة لا يقاسوا عليها شكرا